الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي والسطلح الأراضي تنصيب أمانويل ماكرو رئيساً لفرنسا لولاية إنسانية لمدة خمس سنوات السفارة الروسية بألمانيا تعلن إحباط هدوم ضد صحفيين روس في برلين الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين تشقى بلينوبلوادي والدلت الجديدة بالضبع فضلا عن محافظتي بني سويف والمينيا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اطلع السيد الرئيس على تفاصيل المرحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور وتوفير المقنن المائي وتطبيق أنسب وسائل الرئي الحديثة وامدادات تغذية الكهربائية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهدفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تطوير قطع الانتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك فتح أفاق التصدير وهو الأمر الذي يعزز من دور قطاع الزراع في دعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير عشرة الألاف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراع دكتور محمد بعد التحية اهتمام شديد من الدولة ومن الرئيس السيسي بالمشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي بل وتصدرها أولويات أجندة الأعمال أهمية هذا التوجه في هذه المرحلة يعني أوليس محلية أشكر حضرتك والحقيقة اهتمام كبير أولاد الدولة المصرية من 2014 يعني ملف الزراع أصبح رأس اهتمامات الدولة المصرية الحقيقة الاهتمام بهذا الملف مش لأهمية الاقتصادية فقط ولا الأهمية في المجتمع لأن تقريبا نصف الشعب المصر وفي حقيقة أهمية كبيرة في الحفاظ وفي تحقيقها على معايير التنمية المستدامة بس حقيقة أهمية قطاع الزراع الحقيقية واللي خلت الدولة المصرية تضع على أرأس أولوياتها هو تحقيق الأمن بجزاء المواطن المصر وبالتالي الدولة دخل مئات المليارات بثمارات في هذا القطاع سواء من خلال زيادة المساحات المنزرعة والمساحات المنتجة زي المشروعات القومية الكبرى لأستاذ الرئيس بيطلحها بشكل دوري زي مشروع الدلسة جديدة مشروع تشكة مشروع الريف المصر الجديد حتى كمان سيناء ما كانتش بعيدة أبدا معاني المشروعات القومية في زيادة نسحات المنزرعة فيها إنما كمان مشروعات تعظيم انتاجية وحدة الأرض ووحدة المية مثل مشروعات تطوير الريف مشروعات توفير التقاوي مشروعات تحسين نظم الزراعة كل دي كانت مشروعات كبيرة نفذتها الدولة المصرية محتمام كبير قبلت الدولة المصرية لهذا القطاع ممكن نوصل خمسة مليون فتان جديدة بيتم العمل عليهم وشغالين دلوقتي بشكل جدير جدا والدولة بصدخ كل ما لديها من جهود والاستثمارات لتطوير هذا القطاع يمكن الناس ما بتاخدش بالها من الحاجة لكن الموجود على أرض الواقع ده في مثل هذه الأزمات العالمية اللي مرت على دول العالم أجمع واللي أثرت على عادة كبيرة من دول العالم الدولة المصرية قادرة على تلبيت احتياجات المواطن قادرين نحن نوفي بجزء كبير من احتياجات تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصر ده أمر في غاية الأهمية دكتور محمد معلش لأنه الصوت اختفى في بعض الإجابات يعني بتتحدث عن الأزم الاقتصادية العالمية ومصر بتسعى سعي دائم الآن للمزيد من المشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن القومي الغذائي المصري يعني أهم المشروعات المتصدرة أجندة وزارة الزراعة في هذا المجال والتي نلمسها على أرض الواقع طبعا من أهم هذه المشروعات هل لي مشروع زي مشروع الدلتة الجديدة بحوالي 22 من 10 مليون فدان بيتم العمل على تجهزهم وستصلحهم وتحقيق تنمية شاملة فيهم أيضا عندنا مشروع زي مشروع ريف المصر الجديد اللي موجود في مناطق من أول مطوح مرورا بالمينيا بنيشويف صعيد مصر كل المناطق تقريبا بيلمسها عملت تطوير من خلال مشروع ريف المصر الجديد 1.5 مليون فدان أيضا فيه مشروع تعمير وتنمية سيناء أكثر من 50 ألف فدان بيتم العمل عليهم مشروع تشكة واحد من أهم محاور التنمية اللي بيوازي ولا يقل أهمية عن مشروع تنمية جديدة في باقي بحري اللي بتنفذ الدولة المصرية نلاقي فيه صعيد مصر موجود مشروع تشكة الحقيقة من أهم المشروعات لتنمية دولة المصرية المصرية حريصة على إنجاح وتسهيل وتوفير كل الموارد اللازمة لإنجاح هذا المشروع كل دي مشروعات هدفها كانت زيادة المساحة المنزرعة فيه مشروعات أخرى زي مشروع تطوير الرأي وتحديث نظم الزراعة وتوفير البنية اللوجستية لكل المناطق اللي بتعمل الدولة على تنفذها وهنلاقي تنصيك كبير بيحدث مع وزارة القهربة ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية والرأي كل الوزارات المعنية بيشارك فيها وأيضا بالنسبة للأراضي القديمة هنلاقي مشروعات متعددة بتنفذها الدولة المصرية بمئات المليارات بيتم دخها زي مشروع تحديث وتطوير نظم الزراي داخل الأراضي المصرية وتبطين الترع وده مشروع الحياة مشروع كبير جدا عشان نقدر نوفر الموارد اللي استعدنا حتى كمان في زراعة مزيد من المساحات في المناطق الجديدة كمان مشروعات هنلاقي مشروعات بتخص عملية معالجة الماء وتحليل الماء لتوفير الموارد الماء اللي نقدر من خلاله نتوسع فيه اقطاعات الزراعة في مناطق جديدة الحياة عادة كبير جدا من المشروعات بيتم تنفذها وإضافة إلى أنه كمان فيه مشروع مهم جدا وهو مشروع الصوب الزراعية لنفذات الدولة المصرية وهذا المشروع أهميته كمان غير أنه يساهم فيه ديادة الانتاج لأنه كمان ساعد معانا أنه نقدر ننفذ البرنامج القومي لانتاج داول خضر والشاكة محلية وده أمر جغاية الإحمية النهاردة الدولة المصرية لديها أصول ورسام المحاصيل خضر والشاكة عندنا اكتفاء ذاتي عندنا 100% من انتاجنا من التقاوي الخاصة بالمحاصيل الحقلية الأمح والأطن وكل المحاصيل الحقلية تقريبا بنقدر ننتجها كلها محليا من عندنا ومحاصيل خضر والشاكة أصبح لدينا أصول ورسية لعدد كبير من هذه المحاصيل بنقدر ننتجها كانت تكلفة كبيرة جدا بالنسبة للدولة خلال عملية الاستراض الخاصة بهذه التقاوي وده فلإني كمان انتاج التقاوي لما تكون منتاجها محليا بنقدر تتحمل أو بتقدر تتحمل ظروف المناخية المحلية وظروف الدولة المصرية ويمكن كمان احنا بنعمل ذلك على تطوير وصنباط أصنبذي الرسالة تتحمل ظروف المختلفة في المناطق الصحراوية الجديدة اللي بتم نعمل على استصلحها وستطيع كمان إتاج أعلى للمزارع وتساعده في زيادة الداخل أشكرك جزيلا شكرا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزرع وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 235 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 52 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 19 طن إلى جانب ضبط قرابة 33 و30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 297 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 85 قضية خبز ناقص للوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أعربت مصر عن بالغ القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من الكرة الفلسطينية في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة وبما يستدبعه ذلك من خطر تهجير الألاف من الفلسطينيين من قاتني تلك الكرة وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددة على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية كما أكدت مصر على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصدرت الأراضي وتهجير الفلسطينيين وشددت على أن الاستمرار في نسل تلك الإجراءات الأحدية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف كما تقود من فرص التوصل إلى حل دولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة شهد قصر الإليزية تنصيب إمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية مدتهها خمس سنوات وفي كلمته دع رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى التحرك دون هوادة لتكون فرنسا أكثر استقلالية لمواجهة تحديات القرن متعهدا بالسعي لتقوية الجيش الفرنسي لتمكينه من مواجهة الإرهاب فضلا عن العمل على جعل فرنسا بلدا أفضل للمعيشة هذا وأكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون التزامه بمنع تصعيد الصراع في شرق أوروبا وتعهد ماكرون بتبسيط الإجراءات البيروكراطية وزيادة الوظائف ودع لبلاده قوة بيئية الوقت الذي سيفتح هو التحرك من أجل فرنسا وأوروبا والتحرك قبل كل شيء لمنع أي تصعيد بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا وأيضا مساعدة الديمقراطية على النصر وصنع سلام جديد في أوروبا وأيضا سيادة أوروبية وحتى نتحرك لجعل بلدنا دولة قوية زراعيا وعلميا وذلك بتطبيق مبادئنا وقوانيننا لبناء فرنسا 2030 التحرك لأجل بناء مجتمع لا تكون فيه البطالة ولأن فرنسا لا تزال تبتكر في المستقبل التحرك من أجل أن نجعل بلدنا القوة البيئية العظيمة التي كانت بتغيير جذري للإنتاج والتنقل والحياة في المدن كما هنا في فرنسا وخارج فرنسا ملفات عدة وتحديات متنوعة تتصدر أجندة اهتمامات الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون في هذه المرحلة ومن هذه الملفات التي تضمها أجندة ماكرون للولاية الرئاسية الجديدة تأمين أغلبية في الانتخابات الفرلمانية وموجهة أزمة تكلفة المعيشة للفرنسيين وكذلك تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بعد منافسة شرسة وفوز بشق الأنفس يستقبل قصر الإلزيه أول رئيس يعاد انتخابه منذ عشرين عاما إنه إمانوال ماكرون الذي ينصب رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعد حصوله على ثمانية وخمسين وخمسة وخمسين من مئة بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية متفوقا على منافسته مارين لوبان التي حصلت على واحد واربعين وخمسة واربعين من مئة بالمئة من الأصوات ماكرون الذي يعد أول رئيس يعاد انتخابه منذ عشرين عاما يواجه مجموعة لا بأس بها من التحديات الداخلية والخارجية لعل أبرز الملفات التي تتصدر أجندة الرئيس الفرنسي فكرة تأمين الأغلبية في الانتخابات البرلمانية وتعيين الحكومة حيث أكد ماكرون أن حكومته ستكون منفتحة على أي شخص يدعم مشروعه متعهدا بأن تكون البيئة مركزية في ولايته الثانية تتصدر أيضا أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أو لويات الرئيس الفرنسي مؤكدا أنه سيبقي على الحدود القصوى لأسعار الغاز والكهرباء وخصم حكومي على أسعار الوقود في المضخات إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع كما حدد المزيد من التدابير بما في ذلك دعم أكبر لذوي الأجور المنخفضة والعاملين لحسابهم الخاص وعلى الصعيد الدولي ما زالت فرنسا تبقي على عدد من الأولويات قبل شهرين من انتهاء رئاستها للاتحاد الأوروبي تتمثل في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد والسيطرة على الهجرة غير المشروعة وتعميق التعاون الدفاعي إلى جانب تطوير نموذج نمو اقتصادي أوروبي قائم على الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة كما لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا تفرض نفسها على أجندة مكرون الخارجية والتي ربما تحمل في جعبتها المزيد خلال الفترة القادمة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة فرساي الفرنسية دكتورة جهان جادو أستاذ القانون العام وعضو مجلس مدينة فرساي دكتورة جهان تحديات عدة على المستوى الداخلي والخارجي تقابل مكرون في هذه الفترة الرئاسية الثانية برأيك كيف سترتب الأولويات الخاصة بمكرون في هذا الصدد الداخلي والخارجي طبعا بكل تأكيد هناك تحديات كبيرة جدا جدا سوف توجه مكرون في ولياته المقبلة والحقيقة أن أهم الملفات اللي يمكن من أهمها الحرب الروسية الأوكرانية لأن الحقيقة هي فرضت نفسها بقوة على الساحة الفرنسية وعلى الأراضي الفرنسية طبعا هناك تداعيات كبيرة جدا جدا من جراء هذه الحرب أصرت بشكل أو بأخر على الاقتصاد الفرنسي فبكل تأكيد سوف تكون هذه هي أولى الأولويات بالنسبة لمكرون وأيضا الخاص بالتنفيق الداخلي في القرى الأوروبية وحلفاء أيضا فرنسا في الاتحاد الأوروبي حتى تتم هناك سيطرة بعض الأمور وأيضا توحيد الصفوف الأوروبية تجاه هذه الأزمة فبكل تأكيد سوف يكون هذا من أوليات مكرون بالإضافة للعديد والعديد من الإصلاحات التي تعاحد وتوعد أنه سوف يقدمها للمواطن الفرنسي فيمكن من أهم ما ركز عليه أيضا اليوم في خطابه أنه سوف يكون هناك توحيد أقوى وأكثر قوة للقرى الأوروبية نعم لكن برأيك فرص فوز الحزب الحاكم بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة هل من مؤشرات تشير إلى هذه النتيجة أم ربما تظهر بعض المفاجآت في هذا الصعيد؟ بكل تأكيد هو طبعا الحزب الأغلبية سوف يكون داعما لمكرون لكن طبعا هناك الأمر ليس ببعيد أبدا أن تكون المعارضة أقوى بشدة قوية بشدة طبعا فبكل تأكيد يمكن هذه الأمور سوف تعرق البعض السير في الحركة الخاصة بماكرون لكن على الصعيد العام الأجواء تدعو للتفاؤل بأنه سوف يكون هناك تناغما ما بين البرلمان وأيضا الرئيس ويكون الحزب الغالب هو الفائز في البرلمان نعم مرة أخرى نعود إلى الأزمة الأوكرانية الروسية وتدعيتها على العالم أجمع وربما التحدي الأبرز هو الملف الاقتصادي برأيك ما هي الإجراءات التي سيبادر بها ماكرون في هذه المرحلة خاصة مع وجود ربما ملامح جديدة لخريطة عالمية بكل تأكيد الاقتصاد الحقيقة متزعزع جدا جدا في ليس فقط في أوروبا يمكن في العالم أكوى بأن هناك سالة تدعيات لهذه الحرب أثرت على العالم بشكل كبير فطبعا الوحدة الأوروبية ووحدة التحاد الأوروبي يعني في هذه المرحلة تتفق بالقوة يعني الحقيقة سوف يفع مقروم جاهدا بأن يكون هناك قوة أكثر وأكثر في أن يكون هناك تعزيز للقوة الأوروبية لحد من مخاطر الحرب الاقتصادية لأنها الحقيقة الحرب الروسية الإكرانية هي اقتصادية بحثة وهناك تأثير كبير جدا جدا في الشارع الفرنسي وعلى المواطن الفرنسي بدأ يلمس هذه الأمور خاصة بالقوة الشرائية والتفاوت الكبير ما بين الأفعار فطبعا ده سوف يؤثر بشكل كبير جدا جدا على تدعيات المرحلة القادمة نعم أشكرك جزيلا شكرا الدكتورة جهان جادو أستاذ القانون العام عضو مجلس مدينة تفيرساي كنت معنا عبر الهاتف أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن قادة مجموعة الدول السابع الكبرى سيعقدون اجتماعا بالفيديو مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلن اسبي يأتي ذلك لبحث سبل تقديم الدعم الغربي لكييف حيث قالت ساكي إن إظهار عزم الغرب لدعم أوكرانيا سيوجه رسالة إلى الكريملين عشية العرض العسكري الروسي في يوم النصر الموافق التاسع من ما يلقى وأضافت أن الاجتماع يهدف لإظهار الدعم لأوكرانيا وبحث وسائل مجموعة السابع المستمرة في الرد الجماعي بما فيها البناء على عقوبات غير مسبوقة لفردها على روسيا أكد رئيس روسيا فولودمير زيلن اسكي أن جهودا ديبلوماسية تجرى لإنقاذ من تبقى من المقاتلين المتحصنين داخل مصنع أزوفستال صلب في مدينة ماريوبول ويتم إجلاء المزيد من المدنيين من داخل مصنع أزوفستال منذ نهاية الأسبوع الماضي وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أنه تم إجلاء خمسين امرأة وطفلا ومسنا بعد ظهر الجمعة مضيفة أن العملية تستمر اليوم السبت وقالت أن الجانب الروسي ينتهك باستمرار وقف إطلاق النار في المنطقة مما يجعل عملية الإجلاء بطيئة للغاية كما أكدت روسيا عدد الذين تم إجلاءهم وقالت أن العملية الإنسانية في أزوفستال مستمرة أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار وحذر رئيس الأمريكي من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كياف بالأسلحة أشرفت على النفاذ دعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية هذا وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن الحزمة تقدر بقيمة 150 مليون دولار أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جازب بوريل لا ضرورة السعي للتوصل إلى حل وسط لإنهاء الأزمة الأوكرانية تصريحات بوريل تأتي في أعقاب إكرار مجلس الأمن بياناً يشدد على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في البحث عن حل سلمي للأزمة في وقت ما زالت تتصدر فيه الأزمة الأوكرانية العناوين في وسائل الألام لما تتسبب به من تأثيرات كبيرة على صعيد السلم والأمن العالميين أعرب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن القلق العميق فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا وذلك في أول بيان للمجلس منذ بدء روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا البيان الذي وضعت نرويغ والمكسيك صياغة نصه تم إقراره من جميع أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك روسيا وجدد البيان التأكيد على تعهد جميع الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية ومشدداً على دعمه القوي لغهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في البحث عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية على الجانب الآخر كشفت المفاوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينور اتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وتبين أنها تتضمن فرض حظر تدريجي على شراء النفط الروسي إلى جانب فصل ثلاثة بنوك روسية يديدة عن مظهومة سويفت للمدفوعات الدولية فضلاً عن حظر بث قنوات تلفزيونية حكومية روسية وتقوم المفاوضية الأوروبية باقتراح تفاصيل القيود لتنظر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المقترحات للتصويت عليها في السياق ذاته يواجه مقترح الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء عراقيل أوروبية بسبب تضارب المواقف الأوروبية بخصوصه ورفضه من قبل بعض بلدان الاتحاد التي ربما لا ترغب في اتخاذ مواقف معادية لموسكو حيث ترفض المجر المقترح إلا إذا تم استثناء وردات النفط الخام عبر خط الأنابيب من القيود في حين طلبت سلوفاكيا فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات وتطالب التشيك وبلغاريا بمعاملة خاصة في هذا الشأن بينما يدعو البولنديون ودول البلطيق إلى فرض حظر فوري على واردات النفط الروسي ويرفضون الاستثناءات بما ينذر بصعوبة مبدئية في تمرير قرار في اتجاه حظر واردات النفط الروسية لأوروبا أفادت وكالة انترفاكس الروسية نقلا عن قوات منطقة دوناتسك إجلاء خمسين شخصا آخرين من مجمع أزوفستال للصلب المحاصر في مدينة تمريربل الأوكراني وأشارت الوكالة إلى إجلاء المدنيين إلى مركز استقبالا بالقرب من بلدة بيزنين في منطقة دونتسك بشرق أوكرانيا يذكر أن عشرات المدنيين قد حصروا لأسابيع إلى جانب ما تبقى من القوات الأوكرانية في مجمع أزوفستال الصناعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وما زلنا مع تدعية الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلنت وكالة حارس الحدود البولندية استقبال بولندا لسلسة ملايين ومائتين واسنى عشر ألف لاجئ فرين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وذكرت الوكالة أن أربعة وعشرين ألف وخمسمائة لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس ويذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفرين من بلادهم يتم بموجبه منحهم حق الإقامة القانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على مختلف الخدمات أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من ستمائة وثلاثة وثلاثين طفلا ما بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية الروسية في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي وفي بان له أعلن مكتب المدعي العام مقتل مائتين وثلاثة وعشرين طفلا وإصابت أربعمائة وعشر آخرين جرأ العملية الروسية في أوكرانيا حتى الآن مشيرا إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية في ظلم وصلة حصر أعداد الضحايا في مناطق القتال الفعلي أطلقت البنوك والمؤسسات النرويجية الوطنية والتابعة للاتحاد الأوروبي وبانك الاستثمار الأوروبي مبادرة الاستجابة السريعة لرعاية اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا بقيمة مليار يورو وأشار بنك الاستثمار الأوروبي في بيان له إلى إطلاقه المبادرة في العاصمة الفرنسية باريس تستجابة سريعة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المستضيفة للاجئين الأوكرانيين حيث يساهم المشاركون في المبادرة بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير المسكن اللازم للاجئين ودعم اندماجهم في المجتمعات المحلية وتمويل احتياجات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية دعا برنامج الأغذية العالمي إلى ضرورة إعادة فتح موانئ مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا حتى يتسنى تصدير المنتجات الزراعية إلى خارج البلاد وقال مدير برنامج الغذاء العالمي أتبع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي إن صوام الحبو في أوكرانيا ممتلئة حاليا وأضف أن العالم يطالب بها لأن مئات الملايين حول العالم يعتمدون على هذه الإمدادات دعيا جميع الأطراف المعنية للسماح لهذا الغذاء بمغادرة أوكرانيا وذهاب إلى حيث تشتد الحاجة إليه حتى تتمكن من تجنب خطر المجاعة والشيك ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ونتابع نشرتنا ومجموعة من الأخبار الاقتصادية حيث سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء أسبوعي لها في شهرين إذ تأثرت أسهم شركات التكنولوجيا وتجارة التجزئة بالبيع المدفوعة باحتمالات رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة ارتفاع تضخم لأعلى مستوياته منذ عقود وهبط المؤشر ستاكس ستة مائة الأوروبية 1.9% مع انخفاض أسهم شركات تجارة التجزئة 2% ونزول أسهم التكنولوجيا 2.4% أغلقت وولستريت على انخفاض وسط مخاوف بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمال زيادة مجلس الاحتياطي للتحدي لأسعار الفائدة وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بـ 23.14 نقطة بما يعادل فاصل 55% ليصل إلى 4124 نقطة كما نزل المؤشر نازدك المجمع 173 نقطة أو 1.41% ليصل إلى 12143 نقطة وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بـ 86.16 نقطة أو بفاصل 26% ليصل إلى 32911 نقطة ارتفعت العقود الآدلة لخام برينت بـ 1.49$ بما يعادل 1.3% لتسدي لعند التسوية 112.39 سنة للبرميل وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريتي بنسبة دولار و51 سنة أو ما يعادل 41.10% ليصل إلى 109.77$ وعلى أساس أسبوعي ارتفع غرب تكساس الوسيط بنحو 5% في مزاد خام برينت بنحو 4% بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي خططا لفرض حاضر على النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات أشد سرامة بشأن السراعي في أوكرانيا كذلك أكد مكتب الإحصاءات النيجيري أن متوسط معدل التضخم السنوي ارتفع من 11.39% خلال عام 2019 إلى 13.2% خلال عام 2020 بزيادة قدرها 181 نقطة أساسة واستمر هذا الاتجاه التصعدي وأشار مكتب الإحصاءات النيجيري إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي بلغ 16.98% خلال العام المنصرم 2021 بزيادة قدرها 378 نقطة أساسة وشهدت تكلفات المواد الخام المستخدمة في تصنيع السلع الاستهلاكية في نيجيري ارتفعا حدا بلغت نسبته 40% خلال عام 2021 مع تصاعد الضغوط التضخمية على مستوى البلاد مؤسرا بصورة ضئيلة على أرباح المنتجين سجلت أسعار الوقود في تنزانيا زيادة جديدة خلال الشهر الجاري متأثرة باستمرار التدعيات الاقتصادية النجمة عن التوترات التي تضرب شرق أوروبا وتؤثر على سوق النفط العالمي أكدت الهيئة التنظيمية لمرافق الطاقة والمياه التنزانية أنه تم تحديد أقصى سعر لبيع لتر البنزين في مايو الجاري في محطة الوقود عند دولار و36 سنت ولتر وقود الديزل عند دولار و40 سنت مقابل دولار و23 سنتا للتر البنزين ودولار و16 سنتا للتر وقود الديزل في إبريل الماضي وتمثل الأسعار الجديدة السرية منذ الرابع من مايو الجاري زيادة قدرها 9.5% للتر البنزين و17.1% للتر وقود الديزل بعد ارتفاعها الشهر الماضي بواقع 12% و21% على التوالي للمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة دكتور مصطفى تحياتي لك أولا يعني موجة تضخم تشهدها الدول المختلفة يعني في العالم كله خصوصا بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا يعني كيف ترى تأثير هذا التضخم أو هذا الارتفاع أيضا في الأسعار على المستوى العالمي على المستوى معيشة المواطنين في الدول المختلفة نسأل خير لحضراتكم طبعا خلينا نقول أن نتيجة السياسة هي دي نتيجتها في الأوضاع الاقتصادي كل ما نرى حضراتكم من يعني الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ترجمت لي وضع سياسة للأسف بتمثل مجتمع الدولي كله في جميع أركان العالم نحن مازلنا في العالم اقتصاديا متأثرين بجائحة كورونا وأيضا بسلاسل التوريد والإمداد الخاصة بدول العالم جميعها بعد أن أغلقت كثير من الدول جراء جائحة كورونا ومتأثرين بها اقتصاديا حتى يعني في الوضع الراهن ارتفاع كبير في الأسواق العالمية من البترول والنفط والغاز وأعتقد كان جزء كبير جدا منها هذا النتيجة الوضحة في دخول الصراع أو الحرب اللي هي في المرحلة النهاية اللي احنا فيها اللي هي تقريبا بأننا 13 شهر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت لارتفاع مؤشرات التضخم الارتفاع الكبير اللي حضراتكم بتلاحظوه وطبعا الترجمة للحرب هي ترجمة مادية اقتصادية بيتحملها شعوب العالم نعم احنا بنشوف الارتفاع في مستويات الأسعار ارتفاع في التضخم أمريكا من الأول مرة من 40 سنة بترفع أسعار الفايدة وممكن ترفعها لسه كمان قدامنا أربع مرات متتاليين انجلترا نفس الحال أو خلينا نتكلم على منطقة الاتحاد الأوروبي كله أعتقد ده احنا تخوفنا كا اقتصاديين إن الوضع يكون أصعب من ذلك إن لم تتقطق في الحرب خلال الأيام القادمة لأن تدعياتها لسه هتكون مستمرة هيتحملها المجتمع الدولي وهيتحملها شعوب العالم كله للأسف مستويات الدخل هتكون لن تلاحق الارتفاع الكبير جدا في مستويات الأسعار يا فندي دكتور مصطفى يعني كل دولة بتضع خطط لمواجهة تدعيات هذه الأزمة وفقا لمعطياتها المحلية نحن في مصر برأي كيف يعني يكون التعاطي مع هذه الأزمة العالمية والتي تفادي أن يكون لها تدعيات كبيرة على المواطن المصري خلينا نقول يا فندي أن مصر الحمد لله انتهجت نهج نزقول استباقي نحن نذكر حضراتكم أن السيد الرئيس منذ أكثر من شهر ابتدى وهو والمجموعة الحكومة والمجموعة الاقصادية توضع عدد من البرامب منها على بسبيل المثال زيادة في الأجور اعتبارا من 1 أربعة اللي هو الشهر الماضي بدال من 1 سبعة أو اللي هي الموازنة الجديدة زيادة في أسعار الفايدة وطبعا ده كان ليه أثر كبير جدا أن نحن بنحاول نحجم التضخم ده عندنا كمان دخول عدد كبير جدا من الأسر في برنامج حياة كريمة وزيادة الدعم ابتدى يكون فيه زيادة في المعاشات كل ده الدولة بتحاول تخفف أعباء التضخم ما ننساش أن نحن الحمد لله ربنا أكرمنا بعبور شهر رمضان أو بيتسمى بالنسبة للمجتمع المصري المواسم يعني اللي بيزيد فيها حجم الاستهلاك زيادة في المعروض في كل السلع طبعا أكيد حضراتكم قادرة مني أن ما فيش مواطن اشتاكى بنقف سلعة واحدة في السوق كل السلع التموينية كل السلع سواء اللحوم الحمراء أو البيضاء حتى الخضروات والفواكه كلها موجودة في الأسواق بل بالعكس كمان أن السيد الرئيس وجه أن تكون المعارض دي موجودة لنهاية العام ولكن اتماحي لي أن أنا بس أدي للمواطن البسيط اللي هو أخويا وقريبي والناس اللي تسمعنا كلها خلينا نكون على قدر المسئولية الوضع العالمي دلوقتي التدخم ده جاي من الخارج خلينا يكون عندنا رشد في الإنفاق عندنا اقتصادياتنا طيبة ودولتنا قوية خلينا نقتصد احنا كمان مش عشان المعارض مفتوحة كلنا ننزل نستهلك كده ويكونوا عندنا فرط في الإسراط لا أعتقد تقنين أوضعنا احنا كل واحد حسب مستوى دخله أعتقد ده تكون أبرز دعاية لنا أن احنا دولة عبرنا زي الأزمة العالمية بسلام إن شاء الله إن شاء الله أشكر الجزي للشرطة الدكتور مصطفى بدرة الخبير لقفة سعودية قال متحدث باسم شرطة العاصمة الألمانية برلين إنه تم اتلاف أداء عصير عليها في مبنى السكني يضم وكالة أنباء روسية في برلين وضف المتحدث أن محققين جنائيين وممثلي إدعاء يدرسون الآن مدى خطورة الأداء والغرض منها مشيرا إلى أنه سيتم إعلان المزيد من التفاصيل عن الواقع في السياق ذاته أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في ألمانيا إحبط مقالة بأنه هجوم إرهابي ضد صحفيين روس وعائلتهم في برلين مؤشرة إلى إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية حول الواقع تطلب فيها إجراء تحقيق وتحديد الجناة وضمان سلامة وظروف العمل الطبيعية للصحفيين الروس أعلنت اليابان ووسائل إعلام كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون ساروخاً باليستياً وأوضح جيش كوريا الجنوبية أن بيونج يونج أطلقت قذيفة قبالة ساحلها الشقي يأتي ذلك بعد أن تعهدت بيونج يونج بتطوير قواتها النووية بأسرع وثيرة ممكنة أعلن رئيس مخابرات كوريا الجنوبية أنه من المرجح أن تجري كوريا الشمالية اختباراً نووياً قبل زيارة بايدن وكانت سول وطاكيو قد أعلنت عودة بيونج يونج لمناوشاتهما بمقذوف يعتقد بأنه صاروخ باليستي أطلق من غواصها ما زالت كوريا الشمالية تثير القلق بتجاربها النووية وصواريخها الباليستية التي لا تفتأ تقريفها باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي فبعد صاروخ باليستي أطلقته قبل أيام قليلة أعلنت كوريا الجنوبية واليابان عودة بيونج يونج لمناوشاتها بمقذوف يعتقد أنه صاروخ باليستي أطلق من غواصها نشاط كوريا الشمالية أثار قلق جارتها لكنه لم يفاجئها إذ تعهد زعيم كوريا الشمالية خلال الأسبوع الماضي بتطوير قوات بيونج يونج النووية بأسرع وثيرة ممكنة والإصراع بتطوير الترسانة النووية لبلاده الولايات المتحدة أشارت من جانبها إلى دلائل على بناء جديد في موقع يونج ري وهو الموقع الوحيد المعروف للتجارب النووية في كوريا الشمالية مرجحة أن تقوم كوريا الشمالية باختبار قريب لقنبلة أخرى إلى ذلك تتواصل اتهامات متبادلة وتتصعد حدة التصريحات والمواقف في شبه الجزيرة الكورية في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة من تحركات من طرفي الجزيرة ومدى نجاح الحلفاء وشركاء في كبح جماح تطلعات بيونج يونج النووية وإخماد لهيب تلك البقعة الملتهبة من العالم أكدت أستراليا أنها تبقى الشريكة المفضل لجزر سليمان على إثر محادثات أجرتها الدولتان بهدف تهدئة التوتر بينهما والذي تسبب به توقيع جزر سليمان اتفاقية أمنية مع الصين والتقت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بان نظيرها من جزر سليمان جيريمايا مانيلي في بريزبن بعد ثلاثة أيام على إعلان رئيس وزراء جزر سليمان أن بلاده مهددة بشن هجوم ضدها تنطلق صباح الغد المرحلة الثانية والأخيرة من تصويت المقتربين في الانتخابات النيابية اللبنانية حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام 194.348 مقتربا لهم حق التصويت في 48 دولة وهي الدول التي تعتمد الأحد تأيبازة رسمية أسبوعية هذا وتضم الولايات المتحدة أكبر عدد من المختربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات كانت المرحلة الأولى من انتخابات المختربين قد أجريت أمس في عشر دول من بينها مصر وبلغت نسبة مشاركة فيها نحو 59% بحسب وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية موسيقى هلأ لازم الكل ينزل وينتخب ويدني بصوته بضرورة ذلك أنا بدعي هلأ هون عبرك على الجميع أن يكون فيك أساف بالاقتراع ولازم كل واحد يعبر على الرأيك موسيقى نحن ضمن إمكانياتنا والوسائل العمل لعنا وصلاحيات المصوصة عنا بالقانون عم نقوم بوجه موسيقى أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق تنفيذ أكثر من سبع عمليات إنزال جوي من قبل قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة غربي محافظة الأنبر يأتي ذلك بهدف القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية وأضفت قيادة العمليات المشتركة أن عمليات الإنزال أفشلت مخططات لجماعة إرهابية موضحة أنه تم العثور على مصنع للعبوات الناسفة فضلا عن تدمير عدد من الأوكار في قضاء الرطبة وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أنه بعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت القوات الأمنية من صد هجمات لعناصر إرهابية خاصة على الطريق الدولي بالرطبة أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندرقينج أهمية اختنام فرصة الهدنة لتسهيل عمليات وصول المساعدات الإنسانية وزيادة التمويل الإنساني وأوضح مكتب الخارجيات الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى عبر حسابي على تويتر بأن المبعوث الأمريكي يتواصل مع منظمات دولية غير حكومية لتعرف على تجاربها في اليمن ومناقشة ما يلزم للحد من المعاناة في أنحاء اليمن كان مكتب المبعوث الأممي لليمن قد أعلن في وقت سابق ترحيبه بإطلاق التحالف العربي صرح 163 أسيرا حسيا ضمن مبادرة إنسانية وفي إطار الهدنة واتفاق الأسرى في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملبسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أية بلغات في هذا الشأن وبالاستعانة بتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية وعددهم 13 طالبا أعمرهم تتراوح بين 13 إلى 15 عاما كانوا متواجدين بالمنطقة الأسرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك وأفادوا بأنهم حال مشاهداتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشور إليه على جروب خاص بالمرشدين السياحيين على الواتساب وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة أعلنت وزارة الصحة إطلاق ست قوافل طبية ضمن يومي السابع والسامن من مايو الجاري للكشف والعلاج بالمجان في مختلف تخصصات طبية يأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية حياة كريمة حيث انطلقت القوافل في عدة محافظات وهي القليوبية الفيوم والبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف والأقصر أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ ثمانية إصابات خلال الأسبوع الماضي دمن إجراءات الترصد والتقصي والفحصات اللازمة لافتة إلا أن متوسط الوفيات اليومي بلغ أربع حالات جديدة أضافت وزارة الصحة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ عشرين متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى أربعمائة وخمسة وأربعين ألفا ومائتين واثنين وثمانين متعافيا يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ أربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وثمانية ألاف وأربعمائة وستين من المحصنين بالكامل حتى الآن أعلنت وزارة صحة وسكان إصدار سلسة عشر ألف ومائتين واثنين وستين ترخيص مزولة مهنة وتسع وعشرين ترخيص لتجغيل منشأة طبية متنوعة خلال شهر مارس الماضي يأتي ذلك حرصا على ضبط خدمات المنشأة الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمة آمنة للمواطنين كما تم إصدار ترخيص لتجغيل خمسة بنوك دم ومركزين للغسيل الكلوي وثلاثة أقسام للقسطرة القلبية وأربعة مراكز ليزر بالإضافة إلى الموافقة على ترخيص لخمسة عشر مركز للعلاج الطبهي وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة يأتي ذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة تعيد الفترة ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنصيق مع القطاعات والجهات المعنية ومدرية الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف بلبسات مقطع الفيديو الذي تم تدوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي والذي دعى خلاله قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة بالفحص أمكن من هذا الفحص تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه وكذا ضبط صاحب السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والذي تبين أنه استعانى بالشخص الذي ادعى بأنه ضابط شرطة يحمل جنسية إحدى الدول العربية وذلك للانتقام من زوج شقيقته المعتدى عليه بمقطع الفيديو لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقته عرفيا وقيامه بابتزازيها حيث قام عاقب ذلك بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتشيير به وأن الإخواني الهارب والقائم على نشر مقطع الفيديو قام بالإدعاء الكاذب بأن المسكور ضابط شرطة مصري رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف ترويج شائعة الكاذبة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعود إلى الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث اتطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين تشكى بجنوب الوادي والدلكة الجديدة بالضبعة فضلا عن محافظتي بني سويف والمينيا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اتطلع رئيس السيسي على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاورة وتوفير المقنن المائي وتطبيق أنسب وسائل الرأي الحديثة وإمدادات التغذية القهربائية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أركان حرب إيها بلفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لتطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين توشكا بجنوب الوادي والدلتة الجديدة بالضبع فضلا عن محافظتي بن سويف والمينيا حيث اطلع سيادته على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور وتوفير المقنن المائي وتطبيق أنسب وسائل الرئي الحديثة وإمدادات التغذية الكهربائية وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تطوير قطاع الانتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك فتح أفاق التصدير وهو الأمر الذي يعزز من دور قطاع الزراع في دعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير عشرة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة دشن وزير العدل المستشار عمر مروان إجراءات تطبيق القانون رقم 9 العام 2022 بتقديم أول طلب لشهر الملكية وشهدت مأمورية شهر عقار يشبين القناتر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة تبقى للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل والذي قدم فعليا طلبا لشهر الملكية وتمى دفع الرسوم واستكمال البيانات حيث استغرقت الإجراءات قرابة 3 دقائق أوضح وزير العدل أن القانون رقم 9 العام 2022 يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق اختصار الإجراءات وتيسيرها شارك المكتب التجاري المصري بالعاصمة الإسبانية مدريد في فعاليات الدورة العشرين لمعرض أمكس مدريد 2022 وتعقد الفعاليات خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر إبريل والتي تم تخصيصها للترويج لأفريقيا وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الوافق بالله أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة الهدفة إلى تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وتنفيذ توجهات وزيرة التجارة والصناعة نيفين دامع للمكاتب التجارية بتكثيف التواصل مع تجمعات ومنظمة الأعمال الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الانتجية المختلفة عقدت ندوة بمقر مدرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن تأهيل المساقي والري الحديث وأضحت وزارة الموارد المائية والري أن لمثل هذه المؤتمرات والندوات الدور الهام في مجال توعية بقضايا المياه والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث وتعريف بالفوائد التي تعود على المزارة نتيجة هذا التحول مثل زيادة الانتاجية المحصولية وتوفير كميات الأسمدة والطاقة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة تابع وزير الزراعة السيد القصير وقيادات الوزارة حصاد وتوريد القمحة في دميع محافظات الجمهورية ووجه بضرورة وجود ممثل عن الوزارة في كل مواقع الاستلام سواء في المطاحن أو السوامع أو شوان البنك الزراعي مع ضرورة وجود غرفة عمليات بكل إدارة زراعية لتلقي الشكاوى والبلغات والانتقال فورا لحلها وأكد الوزير على مدير المدريات ضرورة بذل أقصى جهد نظرا لأهمية موسم حصاد القمحة هذا العام ووضع ذلك في مقدمة أولويات جميع الإدارات المعنية بالوزارة مع التواجد مع المزارعين في الحقول وتشجيعهم على التوريد وتسهيل جميع الإجراءات والتيسير عليهم وحسم جميع المشكلات التي تقابلهم فورا أعلن محافظ الوادي الجديد محمد الزملوت أن إجماله ما تم توريده من محصول القمحة حتى الآن بلغ 111.056 طن سواء ما تم تخزينه بصوامع وشوان المحافظة أو ما تم توريده بخارجها وأشار الزملوت إلى توفير كافة التيسيرات للمزارعين خلال أعمال التوريد وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى طبقا للتوجهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن مع التجديد على إجراءات حظر نقل الأقماح بين المراكز أو خارج المحافظة مؤكدا على مبادرة المحافظة لمنح حوافز مجزية لموردي القمح من صغار المزارعين والمستثمرين هذا ويبلغ حجم الإنتاج المتوقع من محصول القمح هذا العام تسعمائة وأربعة عشر ألف وستمائة وثلاثة وثلاثين طن تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لموجهة الجريمة على كافة مستوياتها وعلى مدار شهر نجحت وزارة الداخلية في تحقيق نتائج متميزة في شتى المدالات في العمل الأمني تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 40957 قضية تنمونية متنوعة من بينها 642 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 45470 استوانة وضبط 55 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 200 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 226 قضية بيع السلع التنمونية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت ما يزيد على 94 طن و20274 عبو السلع غذائية وتنمونية متنوعة وضبط 39 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت حوالي 29 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط أكثر من 4000 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 2271 طن و87650 لتر سلع متنوعة وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء تم ضبط 309 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 2259 طن سلع استراتيجية وأكثر من 5852 طن مواد بناء إضافة إلى ضبط 46 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات قرابة 562.5 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 758.549 مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 13.779 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 618 سائقا منهم كما تم المرور على 1029 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2839 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية 32 حالة كما تم فحص 2738 مركبة تبين مخالفة 25 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 2087 سيارة و248 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 56737 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 350 ألفا و349 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 286 مليون وتسعمائة واربعة وتسعين ألفا وسبعمائة واثنين وسبعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1048 قضية من بينها 618 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 2658 وحدة فنية متنوعة وضبط 430 قضية في مجال جرائم المضبوعات بمضبوطات بلغت أكثر من 19 ألف نسخة من كتب متداولة بتصريح منتهي ومضبوعات دراسية دون الحصول على تفويد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363 قضية بقيمة مالية بلغت 407 مليون و571 ألف و815 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6974 قضية بقيمة مالية بلغت ما يزيد على 9 مليار و519 مليون و586 ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 16 مليون و4 ألف و232 جنيها انتهت نشطنا لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار الرئيس السيسي يتبع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي وسط صلاح الأراضي تنصيب إيمانيويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية لمدة خمس سنوات السفارة الروسية بألمانيا تعلن أحباط هجوم ضد صحفيين روسي في برلين انتهت النشرة نشرة أسالي سأتتكم من على شاشات التلفزيون المصرية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة